اهلا بكم معنا الى بانوراما الليلة ونناقش فيها بعد استبعاده يتدخل عسكريا لنصرة المالك قبل ايام روحاني يتراجع ويهدد بارسال قوات لحماية المزارات الشيعية في العراق ما الذي طرأ في ايران والعراق لتغيير الموقف واسبوع من عمليات الدهم والتفتيش والاعتقالات في الضفة ما هي الاهداف الحقيقية للعملية البحث عن المستوطنين المفقودين ام توجيه ضربة للحكومة الفلسطينية وحماس اهلا بكم في اقل من خمسة ايام تراجع الرئيس الايراني حسن روحاني عن قراره عدم تدخل عسكريا في العراق بعد ان استبعد يوم السبت الماضي ارسال قوات ايرانية لنصرة المالك الا ان مراقبين يقولون ان قرار روحاني ليس بيده وان قراراته النهائية ليست من بنات افكاره ويعزم متابعون اعلان الرئيس الايراني اليوم استعداده لارسال قوات ومتطوعين لحماية المزارات الشيعية في القاظمية وكربلاء وسامراء والنجف ما هو الا اعاز من المرشد علي خامناء خبراء عسكريون يعتقدون ان ايران ليست بحاجة لارسال قوات الى العراق لان عناصرها موجودون اصلا على الاراضي العراقية منذ فترة طويلة الا انهم يخشون من تكرار السيناريو الايراني في سوريا ضد الشعب العراقي محللون سياسيون ايضا يرون ان روحاني لم يكن موفقا باختيار عبارات غصفت بالطائفية تجاه الازمة العراقية بعد حديثه فقط عن المزارات الشيعية ولم يقل التدخل لحماية العراق بكل مكوناته وطوائفه وهي نفس الذرائع التي ساقها حزب الله لتدخله في سوريا يبدو ان الرئيس الايراني قرر خلع لباسه الدبلوماسي وارتداء صفته الامنية كرئيس للمجلس الاعلى للامن القومي واستعادة المنصب الذي شغله سابقا كامين لهذا المجلس روحاني الذي كان عضوا في المجلس الاعلى للدفاع خلال الحرب العراقية الايرانية يدرك تماما ما يعنيه العراق في السياسة الايرانية وهو من خلال مواكبته للدخول الامريكي الذي اطاح بنظام صدام حسين يعتبر ما يشهده العراق حاليا من احداث امنية وانتفاضة ضد حكومة المالك الحليفة له هو استهداف مباشر للدور والنفوذ الايراني الاقليمي اعلان روحان استعداد بلاده للتدخل لحماية الاماكن المقدسة في العراق يكشف عن تحول واضح في الموقف الايراني باللجوء الى الخطاب المذهبي من دون ان يكون على حساب دعمه لحليفه المالك وحكومته بل محاولة لتحشيد الدعم له بين ابناء طائفته وبالتالي اعطاء المعركة ضد المجميع المنطفضة في محافظات شمال غربي العراق طابعا طائفيا بحجة تنظيم داعش وما يقوم به القلق الايراني من تطورات الوضع في العراق عبر عنه اللقاء بين امين عام المجلس الاعلى للامن القومي علي شامخاني ورئيس حكومة اقليم كردستان جيرفان برزاني فشامخاني تعمد ان يستقبل الضيف الكردي بزيه العسكري في رسالة واضحة بان بلاده تقف على اهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وانها مستنفرة لمواكبة التطورات حتى وان انتهت الامور الى تدخل مباشر الدعم الايراني للتصعيد العسكري الذي اعتمده المالك واستبعاد الحل السياسي او امكانية البحث في سبل تطويق الازمة يضرب عرض الحائط بكل الاصوات الاقليمية والدولية الداعية الى اعتماد الحكمة والعمل على نزع فتيل حرب قد تدمر العراق خاصة ما يتعلق بالعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني واطلاق حوار سياسي الذي تعطل بسبب سياسة الاقصاء والتهميش التي اتبعها المالك خلال السنوات الماضية من حكمه رفض المالك لاي تسوية يأتي من خوفه بان تكون على حسابه او ان تفرض عليه شراكة تضعف قبضته على السلطة وتفرده في القرار الا انها تبقى اي تسوية ممكنة ومرهونة بالتعاون الايراني الذي قد يكون مجبرا على التضحية بالمالك للحفاظ على نفوذه ومصالحه في الاقليم ولمناقشة هذا الموضوع معنا من عمان محمد سلمان الطائع عدو قائمة العراقية ومن لندن الدكتور علي نوريزادة رئيس مركز الدراسات العربية الايرانية اهلا بكم اضيفي الكريمين وابدأ معك دكتور علي نوريزادة هل نستغرب تصريحات روحاني تهياتي اليك سيدة منتهى وإلى استاذ في عمان والمشاهدين الايضا اولا ليس هناك تغييرا في موقف روحاني ما حصل مع الاسف لحد الان بعد 35 عاما لم يتمكن الالم من قراءة ما يدور في رؤوس ايات الله المجموعة الهاكمة في ايران وكل ما يفتر عنهم يعتبر وثيغة وسندا وتعكيد لا روحاني موقف روحاني كان واضح في اجتماع المجلس الاعلى للامن القومي الذي تعدست معك في برنامج سابقة روحاني رفز ارصال اي جندي الى الاراق واكتفوا بإفاد 150 لحد الان من الخبراء والمخطتين الاسكريين وهؤلاء موجودين في سامره وبغداد ويقال بان اددا منهم ايزا موجودين في منطقة قريبة من مدينة بعقوبة هذا حد المشاركة الايرانية فيما يتعلق بمتتوئين فجأة شعر ايط الله خامني باعتباره ولي عمر مسلمي العالم وولي الفقه بان السيد السيستاني بدأ يتقدم عليه بسبب فتوى جهده فهكذا فتهوا باب التتوئ والتتوى ولكن ايران لن ترثل قوات الى الاراق الا في حالة تعرض ارازيها مباشرة من قبل دائش او من قبل جبه المهاجمة في المدن الشمالية الاراقية ما قاله روحاني في خرمابات كان اولا لتمئنت الرعي الام هناك قلق لدى بعض الايرانيين بان هناك يعني الاعطاب المقدسة ممكن ان تتعرض لخطر دمار وتحديم وانا اقول كايراني مسقق وكسيد شيئي حفيد الامام حسن جميع المذارات في العالم قيمتها اقل من قيمة حياة انسان يعني اذا كان حراسة هذا المذارات بمعنى قتل المئات والالالاف فاعتقد باستطاعاتنا ان نبني هذا المذارات مرة اخرى كما حصل بالنسبة لمرغدين الامامين الاسكريين في سامرة مرتين فلذلك لن ترسل ايران ولا اعتقد بان الروحاني يرغب في ان يكون لكن هل يمكن ان نقرأ هذا التصريح يا دكتور علي على انه يعرف على انه يعني خاصة انه تصريح عاطفي بتحدث عن حرب مقدسة وعن الدفاع عن المذارات يؤدي الى المزيد من التطوع للذهاب داخل العراق من الذي يمكن ان يمنع اذا كان قرار علي خامنئي هو الذهاب للعراق سيدتي حتى السيد علي خامنئي يعرف جيدا تورط ايران في الاراق مذهبيا وبواسطة متتوهين او رجال الحرس هو بمعنى فتخ باب الجهيم داخل ايران 14 مليون سن يقشون في ايران مؤزم الهدود الايرانية عندهم سنة مغيمين فيه موجودين في هذا الهدود وللمئات السنين دافعوا عن ايران واليوم اذا شعروا بان نظام يريد اهياء ما حصل في عقشاء اسماعيل سفاوي حرب السن والشيئي وبالتأكيد سنة ايران سوف يردون على ذلك وخامنئي لا يريدوا ان يقوموا بذلك يعني من وفقا لمثل الشعبية الايراني من وبيته من الزجاج لا يلغي ويقذف حجارة نحو بيت جاره فايران محكومة بواقع الديمغرافي بواقع الاغليمي والجغرافي والتاريخي فلذلك لن نرى جيوشا ايرانيا وحدات ايرانية ربما ربما سنرى بعض المتتوهين هنا وهلونك ولكن الاخطاء التي ارتكبتها القيادة الايرانية في سوريا لن تتكرر في الاراق وهم يعرفون جيدا هناك ثورة شعبية الى جانب دائش كل الالم يدين دائش جماعة ارهابية جماعة قذرة جماعة ارتكبت مجازم بحق الانسان الاراقي بحق الجنود ولكن في نفس الوقت هناك اسوات نعرف هذا الاسوات هناك شخصيات سنية السيد طارق هاشمي ليس ارهابيا رجل مخترم شخصية شيئية مثل الدكتور عياد اللاوي يتحدث هؤلاء الناس ليشوا ارهابيين هؤلاء يريدون اراقا هرا اراقا يقيش ابناء شعبه في الامن وتقدم طيب اذا كانت هذه القراءة ممكن تكون موجودة يا دكتور علي نور رزادة لماذا تأخرت على ضيفي من عمان بس حتى ننهي هذه النقطة اذا كانت هذه القراءة ممكن تكون موجودة بشكل او باخر لدى بعض اساس الايرانيين بعيدا عن الحارس الثوري متحدث عن روحاني وجماعة الاصلاحيين ان ما يحصل هو ثورة على ظلم يعني حصل في داعش صحيح ومارفوضة من الجميع ولكن الشعب العراقي سابقا كان قاتل القاعدة واخرجها من مناطقه وهو قادر على مقاتلة داعش لماذا برأيك بتم الحديث بهذا الشكل الطائفي يعني بتم الحديث عن مراقد شيعية وضرورة انه حماية هذه المراقد الشيعية وتماما بكرر ما قاله حزب الله عندما ذهب الى سوريا فقط لحماية مراقد الامة يعني أليس هذا مثير طائفي لا ينقص العراق إضافته عليه سيدتي مزار سيدة زينب في دمشق موجود في دمشق لمئات السنين دخل المغول دخل التاتار دخل الأتراك دخل الفرنسيين ما أحد ما أحد تمس بهذا المزار واليوم أناصر هزب الله وبعض رجال الحرس والإراقيين يقتلون أربعمائة كيلومتر بعيد أن حرم سيد الزينب وهم يقولون دفعا أن سيد الزينب نفس الشيء في الإراق لا أعتقد بأن إراقي واحد ممكن ممكن أن يعمل بأي أمل زد هذا المظارات هذا الأذرها أنا رأيت بنفسي سنة إراقي يتحدث مباشرة مع إمام حسين أو أبو الفازل الأباس في زليهه والإراقيين مثل الإيرانيين حتى السنتهم يحبون أهل البيت يعني من المستهيل دائش ألفي شخص واليوم هذا البيان الصادر عن ثورة إراقية رعينا في إشارة إلى دائش تحزير إلى دائش ولا أعتقد بأن الشعب الإيراقي سوف يسمع بدائش بإصاع إلى مذار العامة ومذار العامة مسونة ومثانة ومحروسة بالتأكيد من قبل سنة إراق وهذا ما قال سيد صالح المطلق وهي نقطة مهمة يمكن أن ننطلق منها سيد محمد سلمان الطائي ضيفي من عمان أهلا بك معنا الآن داعش موجودين صحيح لكن كل التقارير حتى الآن تقول أن أعدادهم لا يتعدى 2500 شخص داخل الأراضي العراقية لكن هناك انتفاضة من قبل أبناء عشائر من قبل الناس شعروا بالمظلومية انضموا إلى داعش انضمت لهم داعش مشكلة في القتال ولكن ليس في العقيدة ولا التفكير ولا غيره لماذا يتم الترويج فقط أن داعش هي التي تقاتل اليوم وزير الخارجية العراقي قال أنه طلبنا رسميا من الولايات المتحدة الأمريكية القيام بضربات عسكرية ضد المسلحين هو يقصد حتى يتم تصوير أن كل ما يحصل في العراق هو بسبب داعش يعني لماذا الأمور تسير بهذا الاتجاه وهل ستتدخل إيران فعليا في هذه المعركة نعم مساء الخير سيدتي لك ولضيفك الكريم وللسعادة المشاهدين للتعديل فقط أنا عضو اعتلاف العراق ولست عضو اعتلاف العراقية نعم أهلا بك بالعودة إلى سؤالك بالعودة إلى سؤالك سيد منتهى حول تصوير الموضوع وكأن داعش هي تأخذ برأس النفيذة فيما يجري في العراق حقيقة الحكومة العراقية ومن وراءها الإيرانيون لا يمكن أن تكون هناك مبررات ومسوغات للتحشيد الطائفي إلا بهذه الحجة المجالس العسكرية في العراق قد تكون داعش وبعض الجماعات المسلحة ضمن هيكلية كبيرة تتعدى عشر أو او اثنعش فصيل مقاومة في العراق قد تكون هي أحداها ولكن المحصلة أن هناك انتفاضة حقيقية قام بها العراقيون ضد سلوكيات كانت في غالبها ذات أبعاد طائفية وسلوكيات مخالفة للقانون والدستور وشي طبيعي أن تتدرج هذه المطاليب إذا استرجعنا الذاكرة إلى الخلف قبل سنتين طرح العرب السنة مشروع الأقاليم وفق السياقات الدستورية والقانونية ورفض هذا المشروع جملة وتفصيلا واتهموا بالعمالة وأن هناك أياد خارجية تعبث بأمن العراق وانتهى هذا الموضوع وبعد سنة من هذه الحادثة ذهبوا إلى مظاهرات سلمية يكفلها الدستور والقانون العراقي لأكثر من عام وعندما انتهت هذه المطالب الدستورية والقانونية ذهبوا إلى حمل السلاح ضد شخص ضد شخص السيد رئيس وزراء العراق هو نوري المالكي وليس ضد الشيعة ولا ضد حتى حزب الدعوة نفسه والسيد رئيس الوزراء هناك معارضة له من داخل التحالف الوطني هناك ملاحظات كثيرة من الأخوة في التيار الصدري والمجلس الأعلى والتحالف الكردستاني والكثير من الفعاليات السياسية التي على مدى أكثر من ثمان سنوات كانت تشتكي من سياسات التهميش والإقصاء ومحاولة الاستحواذ على كل شيء يخص السلطة في العراق لصالح السيد رئيس الوزراء اليوم تصوير الموضوع على أنه موضوع مرتبط بداعش وجماعات إرهابية محددة الغرض منه زيادة التحشيد الطائفي في العراق وفسح المجال أمام إيران لكي تأخذ دورها في التدخل السافر في الشأن العراقي لكن إيران لم تكن بعيدة في السنوات الماضية عن الشأن العراقي منذ أن أصبح نوري مالك رئيسا للوزراء حتى أن المسؤولين إيرانيين كبار من الحرس الثوري كانوا دائما على تواصل ويزورون العراق ويخرجون من العراق لماذا؟ ما الهدف الآن من التحشيد الطائفي؟ وهل يمكن لإيران أن تنجر وراء هذا التحشيد الطائفي؟ مع أنه زي ما قال الدكتور علي نوريزادة ومثل ما يقول كثير من المحللين إيران أيضا ستكون خاسر في هذه الحالة لوما تحولت الأمور إلى حرب طائفية في المنطقة لا سمح الله أنا لا أتفق مع الدكتور علي أنا أعتقد أن إيران ستكون الرابح الأكبر من أي أزبة تنشأ سواء في العراق أو في المنطقة سيدتي الإيرانيين وعلى مدى سنوات أربع كانوا يقايضون الغرب بملفهم النووي بالورقة السورية الآن وقد انتهت الأمور تقريبا في سوريا وفاز الرئيس بشار الأسد في ولاية جديدة وقضية الحسم العسكري في سوريا ماضية على قدم وساق لم يعد لإيران من أوراق يمكن أن تستخدمها في ملفها النووي في مفاوضاتها مع الغرب مثل الورقة العراقية شيء طبيعي أن تستخدم إيران هذه الورقة في هذا التوقيت بالذات لتحقيق مكاسب عدة أولها حسم ملفها النووي مع الغرب خصوصا وأن هناك علامات تردد كبيرة سادت المشهد الغربي ابتداء من خطاب الرئيس أوباما وخطاب وزير الخارجية كيري قبل يومين وخطابات الاتحاد الأوروبي التي تركز في مجملها على ضرورة التفاهم مع إيران في شأن العراق هذه الورقة لا يوجد مثلها ورقة تحمل عناصر القوة بيد الإيرانيين مثل هذه الورقة هذا ليس جديد كانت الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر بالنسبة لإيران وكانوا مختلفين حول الملف النووي الإيراني وقبل أن تبدأ اجتماعات جنيف ولا أي شيء كان هناك تنسيق منذ احتلال أمريكا للعراق حتى هذه اللحظة إيراني أمريكي يعني كان فيه لقاءات متعلقة بالملف العراقي بعيدا عن أي خلافات بين الطرفين نعم سيدتي هذا الكلام صحيح في جزئياته لكن أيضا الإيرانيين في جانب آخر يريدون بشتى سبل أي ذريعة من أجل بسط ما تبقى من نفوذ لهم داخل الدولة العراقية متمثلة في الحكومة العراقية أو المفاصل الشعبية أو الفعاليات الاجتماعية هذا من جانب الجانب الآخر إيران تريد أن تثبت للولايات المتحدة وللغرب على أنها صاحبة اليد الطولة في المنطقة سواء في الخليج أو في سوريا أو في لبنان أو في العراق وقد جاءتها الفرصة المواتية إليها في قضية العراق لذلك كل من يعتقد أن الإيرانيين سوف لن يستثمروا هذه الأزمة بما يعود إلى تحقيق المصالح الإيرانية في العراق والمنطقة عليهم أن يعيدوا قراءة التاريخ ويعيدوا قراءة المشهد من جديد لا بد لإيران أن تستثمر هذه الورقة بأبشع صورها حقيقة حتى ولو كانت على حساب شيعة العراق وسنته على حد سواء المهم هو المشلح الإيراني عن شيعة العراق وسنته الآن الأزمة الطائفية يعني النفس الطائفي في الحرب في سوريا موجود محاولة التحشيد الطائفي في العراق واضحة كل هذا انعكاسات خطرة على كل دول المنطقة والإقليم تحذر منه الأمم المتحدة كما أنها تحذر منه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ففكرة أنه تستخدم إيران هذه الورقة كان بإمكانها استخدام ورقة العراق سابقا يعني ما الذي تغير لماذا يصير في حرب حتى نستخدم الورقة لا أبدا سيدتي المفارقة في هذا الموضوع أن إيران عندما كانت تستخدم ورقة العراق في مرحلة ما بعد 2004 وحتى استخدامها في سوريا أو البحرين أو في لبنان أو في أماكن أخرى كانت الولايات المتحدة والغرب لا يعترفون بدور نحوري لإيران في المنطقة الآن وفي خطاب أوباما في خطاب الاتحاد قبل سنة ونصف حدد معالم الطريق في السياسة الأمريكية وقال أن إيران سوف تكون حليف أو شريك في المنطقة ولها دور أساسي ومحوري وعلى العرب أن يتفهموا قوة ودور إيران المقبل في المنطقة بصراحة أعلنها الرئيس أوباما قبل سنة ونصف أو سنتين على مرأة ومسمع من العالم إيران اليوم لديها اعتراف دولي بثقل كبير في المنطقة هذا الاعتراف الدولي لم يكن متحققا قبل الأزمة السورية ولا قبل العمليات التي كانت تمارسها إيران في أدواتها ابتداء من اليمن ونهاية في البحرين هذه الأوراق هذه الأدوات التي كانت تستخدمها إضافة إلى ورقة الملف العراقي في هذه المرحلة سوف يفتح الأبواب أمام مصراعيها أمام إيران للدخول في محفل جديد وفي قوة جديدة باتجاه صراعها مع الولايات المتحدة والغرب بشأن ملفها النووي أي بس كمان أيضا ربما نضيف على ذلك وأنتقل لدكتور علي نوري زادة نقطتين الحقيقة ما ذكروا السيد محمد سلمان الطائي من عمان قد لا يتفق كثيرون على أن الورقة السورية قد انتهت يعني ليست نهاية المطاف هو هذه الانتخابات التي وصفت بأنها تمثيلية ووصفها الغرب كله بأنها يعني ليست حقيقية في السورية أنها هي نهاية المطاف الأمور تسير بمراحل يعني لا تسير بين ليلة وضحاها ثم المسألة الثانية العراق لن يترك الوضع فيه يقول كثيرون لإيران تتحكم فيه لأنه دولة نفطية كبيرة لأنه مصدر كبير للنفط يعني العالم سيتأثر لن يمنح لإيران هكذا على طبق من ذهب ما رأيك يا دكتور علي متفق ماك سيد منتغى هذا أفضل وصف للموقف الإيراني أولا من قال أن بشار أسد فاض الرجل الذي قتل 200 ألف من أبناء شابه دمر 70% من بلاده هذا الرجل لن يبقى في الهجم حتى إذا أرسل ولي الفقيه كل جيش إيران إلى سوريا فهكذا وحزب الله سوف نرى سقوط هذا الدكتور الذي قتل شعب أريغ وشعب عبي مثل الشعب السوري وهذا رأيي ورأي الملايين من الإيرانيين أيضا بالمناسبة وفيما يتعلق بالإيران أولا تكبير هجم إيران والدور إيران وتضخيم نفوذها هذا هذا الشيء لا يتطابق مع الواقع بالتأكيد لدى إيران لدى السعودية لدى الأردن لدى تركيا كلهم مصالح شرقية في الإيران بسبب مذاراتها الشيئية بسبب هب الإيرانيين لعهل البيت بالتأكيد لإيران مصالح إيران تريد ألا تكون الهكومة الإيراقية معادية لها إيران لا تريد مجاهدي خلق في الإيران إيران تريد طرقا آمنة للزوارها هذا وتريد وتريد أيضا حتى نضيف كمان يا أكتور علي إذا سمحت لي تريد أيضا منفس لها في ظل العقوبات الغربية عليه يعني كات العراق نحن منعرف أنها منفس للإيرانيين في عمليات التصدير والاستيراد والحركة يعني بتعكيد كان عقوبات مفروضة عنه من كل الجهات إلا العراق نعم وإذا كانت يعني إذا كانت سياسة الإيرانية القائمة في فلسطين على أساس معلوماتها المتوفرة على أساس اقتشاش وما حصل خلال الأيام الأخيرة كان أمل من جهاد الإسلامي بأمر مباشر من تهران خطف الإسرائيليين وذلك لتخريب جهود أبو مازن وحماس على أيها دخل إيران في الإراق على أكس ذلك تريد إراقا آمنا وهادعا إيران تريد إراقا هادعا ما الأسف أخطأت في اختيار شريك شريك الإراقي وإذا كان هناك على السمير مثل دكتور جعفري كان هناك واز مختلف وقادل عبد المهدي ودكتور عيال علاوي بالتأكيد وعنا مؤجب بهذا الرجل ولا أخفى ذلك لأن ما صدر عنه خلال الأيام الأخيرة يأكس وطنية هذا الرجل وهذا الرجل لا يريد إراقا طائفيا العاية هالإيران في الوقت الهاضر بسبب وجود روحاني وهو رجل محنك درس في الخارج يعرف السياسة الدولية هو ورفسنجاني والآخرين ممن تشاور معهم اختاروا طريق أولا التريس في اتخاذ أي غرار آجل والتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذا ليس بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي ارتكبت أكبر أخداء إدارة أوباما وقدمت إراق إلى إيران سوف تتكرر هذا الخطأ الولايات المتحدة قالت عبر لسان مسؤوليها وعبر بعض الشخصيات الغريبة من إدارة الأمريكية لا تريد أودة إيران أو تواجد الإيراني أكثر من ذلك في الإراق ولن تسمع بدخول القوات الإيرانية ولا تستنجد بحرس الثوري هم يعرفون ما يدوره في رأس حرس الثوري هم يتعدسون عن إرسال صواريخ للتدمير الولايات المتحدة الأمريكية نعم فهكذا لا يمكن أن نرى إيران ترسل قوات أسكرية إلى الإراق هل بتعتقد يا دكتور علي واس نفس السؤال رح أطرحه على السيد محمد سلمان الطائي أن إيران هذه المرة في العراق يمكن أن تتدخل بشكل إيجابي لنقول في سوريا كان هناك قرار حاسم حازم إيراني أن لا بديل لبشار الأسد وهذا أدى إلى 200 ألف قتيل وإلى ملايين المهجرين وأمآت ألاف المعتقلين أيضا هل ستتمسك إيران بشخص نوري المالكي أم أن إيران ترى بدائل عن نوري المالكي ممكن أن يحقق ما تريد وما يريد الآخرون أيضا هكومة السيد حسن روهاني لن ترتكب جريمة تورد في جريمة سوريا في الإراء دعني أقول لكم شيئا اليوم رجل اسمه منصور حقيقة بور وأنا أعرف من هو صار الآن نائب رئيس لجنة الإلاقات الخارجية والعمل القومي بالبرلمان حاجم السعودية وجه انذارا وتحديدات إلى السعودية شوزا بالسعودية ونفس الشيء مالكي يعني هم يعطون من مستر واحد السعودية كل العالم يعرف السعودية ضد داعش السعودية ضد القائد ضد الإخوان المسلمين ورغم ذلك يتهمون السعودية مالكي اتهم السعودية ونعرف مدى حقده وعناده تجاه المملكة ورغم ذلك السعودية في بيان مجلس الوزراء وفي تسريغات أمير سعود الفيسل وفي كل ما غرعنا تدقو ليس إلى انتفاض أو إلى شيء تدقو إلى هل سياسي إلى تشكيل هكومة تلافية بالتأكيد هكومة وقت وطنية وأعتقد أن إيران على أغل تقدير قيادة روحاني في إيران تريد نفس الشيء مثل السعودية وعنا لما رأيت اليوم السيد مرتزة سرمدي في السعودية في جده نائب وزير الخارجية ولا شعرت بارتياه لأنه هذا الرجل رجل دبلوماسي محنك وربما حصل هناك لقاء من أجل تواصل البلدان لإيجاد هالسياسي بالتأكيد للسعودية النفوذ لدى السنة لدى الأكراد لإيران نفوذ لدى الأكراد والشيئة ولا بد البلدان يتعاوران بعضهم لأن الشأن العراقي ليس شأن عراقي خالص ليس شأن عراقي خالص يعني معروف أنه كل دول الإقليم لها علاقة بالعراق حتى من بعد سقوط صدام حسين وأنا أسأل سيد محمد سلمان الطائي عن أنه هناك من يرى بأنه أي حرب أو أي صراع دولي ممكن أن يكون ما شفناه بسوريا سوريا لا يمكن أن تمثله لكن ممكن أن يمثله العراق لأن العراق دولة نفطية مهمة لا يمكن الاستغناء عنها هناك خطأ ارتكبة الولايات المتحدة الأمريكية وهناك مصالح حققتها إيران في الفترة الماضية لكن هذا لا يعني بأنه سينسحب على ما هو قادم من أيام هناك من يرى بأنه إيران قد يعني تسحب هذا الدعم الشديد لنور المالكي بطرح أسماء جديدة ممكن أن تحل هذه المسألة أم أنك ترى أن هذا تبسيط للأمور يعني الأمور لن تحل بهذه الطريقة سيدتي فيما يخص موقف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي كان واضحا في سياق الأحداث التي جرت قبل أربع أو خمسة أيام ملخص هذه المواقف أن الغرب وعلى رأس من الولايات المتحدة قد اتفقوا على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين بشأن العراق وهذا بحد ذاته اعتراف دولي ضمني أو علني بأن إيران لديها اليد الطولة في مجريات الأمور في العراق قضية التدخل الدولي في العراق ربما يذهب لمساعدة الإيرانيين في العراق لكي يبسطوا يدهم أكثر ولا يمكن للولايات المتحدة والغرب أن يعيدوا السيناريو السوري الذي فشلوا فيه مرة أخرى في العراق في بلد مثل العراق أنا أتفق معكم الدكتور علي في أن العراق يختلف كثيرا عن سوريا الاختلاف متأتي من أن إيران مستعدة أن تذهب إلى أبعد الحدود أبعد من ما ذهبت به في سوريا من أجل الاستحواذ على العراق لأهمية العراق الجغرافية والنقية إيران كانت مستحوذة على العراق قبل ذلك بحكومة نور المالكي كانت مستحوذة على العراق الظروف تغيرت سيدتي ظروف المشهد تغيرت اليوم إيران غير إيران التي بدأت الأحداث في سوريا قبل ثلاث أو أربع سنوات اليوم الإيرانيين في وضع أقوى العقوبات الدولية بدأت تتفتت هناك اعتراف دولي بدور لإيران في المنطقة ظروف إيران هي التي تغيرت وليس ظروف المنطقة إيران اليوم أقوى وعليه يجب أن ندرك حقيقة أن الغرب عندما قرر التفاهم مع الإيرانيين بشأن العراق علينا أن نأخذ العبرة والدروس من هذا الموقف المستغرف في الأمر حقيقة هو وقوف الدول العربية ممثلين بالجامعة العربية ومجلس التعاون العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي موقف المتفرج ستارة وموقف المترقب لموقف غربي أكثر صراحة وأكثر وضوح اليوم المشهد يصاغ بأيدي إيرانية خالصة في ظل غياب موقف عربي موحد وموقف غربي موقف أمريكي لا يفهم لحد هذه اللحظة موضوع التدخل الغربي في العراق عسكريا مستبعد هذا الموضوع تماما لما له من تداعيات كبيرة على العراق وعلى المنطقة وموضوع أن يضحي الإيرانيون في مرحلة من المراحل بالسيد رئيس الوزراء هذا الخيار مطروح وبقوة الإيرانيين يتحملون برغماتية عالية في التعامل مع الأحداث وهم على استعداد للتضحية بأقوى حلفاءهم من أجل رمان المصالح الإيرانية أولا ومصالحهم في العراق والمنطقة ثانيا هناك من يقول بأنه حتى الغرب برغم أنه يتفرج إلا أنه ينتقد المالكي وسياساته التي تعزز الطائفية في البلد والتي فيها إقصاء لفصيل كبير داخل العراق وأدت إلى ما أدى إليهم مع وجود داعش يعني انتقاد داعش وانتقاد نوري المالكي وسياساته شيء آخر أيضا من الغرب ومن المراقب للشأن العراقي سيد محمد سلمان الطائي عضو اتلاف العراق شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا دكتور علي نوري زادة رئيس مركز دراسات العربية الإيرانية ضيفي من لندن شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا أهلا بكم معنا من جديد تصريحات لمسؤول عسكري إسرائيلي لمحطات تلفزة روسية تكشف خبايا وأهداف العملية العسكرية الإسرائيلية في الخليل وعدد من المدن الفلسطينية بعد اختفاء ثلاثة مستوطنين قرب أحد المستوطنات في الخليل العملية تهدف بحسب المسؤول الإسرائيلي إلى ضرب البنية التحتية لحركة حماس في الضفة وهي أصلا غير ملحوظة بالمقارنة مع غزة وتعزيز القدرات الاستخبارية والأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية ومن ثم الكشف عن مصير المستوطنين المفقودين وفيما العملية متواصلة منذ أسبوع اعتقلت إسرائيل خلالها مئات الفلسطينيين بينهم كوادر في حماس ورئيس المجلس التشريعي عزيز دويك يرى مراقبون أن إسرائيل قد تحضر من خلال هذه العملية لما هو أوسع لضرب الاتفاق بين فتح وحماس في المقابل يرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن من قام بعملية الخطف يريد تدمير الفلسطينيين الحقيقة من قام بهذا العمل يريد أن يدمرنا ولذلك سيكون لنا معه حديث آخر وموقف آخر أيًا كان من قام بهذه العملية لأنه نحن لا نستطيع أن نحتمل مثل هذه العمليات لا نستطيع أن نواجه دولة إسرائيل لا عسكرياً ولا غير عسكرياً نحن نواجههم سياسياً ونحن توازننا معهم لا أريد أن أقول تغلبنا عليهم توازننا معهم في المجالات السياسية والدبلوماسية أصبحت أوروبا وأمريكا وكثير من دول العالم تؤيدنا وتقف إلى جانبنا والكل يعرف أن أوروبا الآن أخذت موقفاً من منتجات المستوطنات ولمناقشة هذا الموضوع معنا من رام الله سيد نمر حمد مستشار الرئيس الفلسطيني أهلاً بك معنا سيد نمر وسؤالنا لترحنا في المقدمة ماذا يمكن أن تكون أهداف العمليات الإسرائيلية هذه؟ يعني أولاً خلينا نرجع شوي لقبل ما تصير العملية منذ أن تم الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق الوطني مباشرةً تصريحات نتنياهو كانت وضحة قال هذا بيعني أن الرئيس محمود عباس اختار حماس اختار الأرهاب وكل هذه التعابير ولا يريد السلام وبدأ حشد وتقليب وتحريك الكونغرس ضد الحكومة عندما وجد نتنياهو لأن المقدمات مهمة حتى تتضح الصورة لماذا هذا استصعيد الإسرائيلي الكبير؟ عندما كان رد فعل العالم الولايات المتحدة وأوروبا وكل العالم أنه لأ هذه حكومة الرئيس برنامجها برنامج الرئيس وحكومة ما فيهاش أعضاء من حماس استمر نتنياهو في حملته واستمر في الحديث عن أن موضوع الضفة الغربية ليس موضوع غزة نتنياهو في ذهنه وهو يكرر دائما هذا الكلام أن الضفة الغربية بالنسبة له تاريخ الشعب اليهودي هو بقول هناك حقيقة تاريخية واحدة هي الحقيقة التي يؤمن بها الرواية اليهودية للتاريخ كما يؤمن بها أي أن دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة بالنسبة له غير واردي واردي عنده أشياء أخرى لكن غير مفهومة يوم بقول انسحاب أحادي يوم بقول كذا يوم بقول كذا جاءت هذه العملية الآن أعداد كبيرة من المعلقين مسؤولين مخابرات بقولوا حتى الآن غير معروف مين وراها وكل ما يجري هل فعلا فقط الغاية هي البحث عن الثلاثة أو أن هناك أهداف أخرى هذه الاجتياحات التي تتم للمدن أما موضوع الاعتقالات منتهى بقول إن هاي الناس عم يطلعوا بدخلوا من السجون يعني السبعين تمانين واحد تسعين واحد ميت واحد يمكن كل واحد منهم صرفية أربع خمس ست مرات ويطلع الشيء الغريب أن نتنياهو الذي وافق على إطلاق صراحة الأسرة مقابل شاليت الآن يمتدح الجزء الأمن عنده لأنهم قاموا باعتقال الأسرة المحررين معنى ذلك أنه حتى تعهد والتزامه لم يحترموا بعض المسؤولين الأمنيين قائد شرطة إسرائيلي في شمال الضفة الغربية يقول لا أستغرب أن تكون هناك عصابة إجرامية أو حرامية سيارات لكن نتنياهو وحكومته مصرين على الجانب الأمني بأنه في الضفة الغربية لا يوجد أمن لا يوجد أمن في الضفة الغربية إذن معنى ذلك أنه يا عالم عندما تتحدثوا عن حل الدولتين عن موضوع مفاوضات عن أي قضايا أخرى أنه يجب أن تأخذوا بعين الاعتبار أنه لا يمكن أن نترك أمنا في الضفة الغربية بأي طرف آخر هي محاولة من جانب نتنياهو وحكومته إلى العودة للاختراحات التي سبق وقدمها ورفضت من الجانب الفلسطيني حول فهم لموضوع الأمن في حال الوصول إلى اتفاق ما وبالتالي الهدف السياسي الموقف الفلسطيني بأعتقد واضح وموقف الرئيس واضح فعلا لا نريد أن نعطي أي ذريعة على الإطلاق لنتنياهو وقومته من أجل واضح سيد نمر لكن برأيك هل ما تقوله أو ما تتفضل به هو يؤكد ما استمعنا إليه من أحد المسؤولين الإسرائيليين اللي قال بأنه وشرنا إلى ذلك في المقدمة قال أنه هذه العمليات هدفها ضرب البنية التحتية لحركة حماس في الضفة الغربية يعني هي البنية التحتية لحماس في الضفة غير ملاحظة من القطاع غزة وبدأهم يعززوا كمان قدراتهم الاستخبارية والأمنية في الضفة يعني إسرائيل تصير مسيطرة أمنيا واستخباريا ما هي مسيطرة أكثر يعني إسرائيل مسيطرة يعني أكثر من هيك إيش يدخلوا إلى أي مكان لا يوجد عند إسرائيل أي محرمات إلى أي مكان يعني أسرة ألف وبياء وباء وجيمي يمكن عندي أنت تعرف كيف الوضع في الضفة لم يعد موجود لدى الحكومة الإسرائيلية يعني سيارات الشرطة انتاعتهم وجيشهم بفوت عرام الله يعني كأنه رايح على هايوي بأي مكان هم هو يكذب ويعرف أنه يكذب الغاية من وراء ذلك بغض النظر عن موضوع التلاتة هناك هدف سياسي لنتنياهو نتنياهو يريد أن يقول التالي أسرة وحدة الضفة وغزة بالنسبة له مرفوضة موضوع الضفة بالنسبة له هو موضوع مساومة في أكثر الحالات بينه وبين شركاءه من اليمين الإسرائيلي البعض شو بقول بقول ممكن نجنس قسم منهم وبعدين بدوبوا بالمجتمع الإسرائيلي مثل رئيس الدولة جديد رعبين اللي انتخبوه الآن هذا بقول أنا ما بتخوفنيش أسرة الديمغرافية نتنياهو بقول لا بقول لا هذا بشكل خطر على إسرائيل وبيعملها دولة ثنائية القومية طيب ماذا بالنسبة لغزة هنا بالحقيقة الموضوع اللي لازم يكون واضح إلنا دائما بالنسبة إلى غزة الإسرائيليين تاريبا شبه إجماع نريد أن نتخلص من غزة إذن الصراع بالنسبة لهم على موضوع الضفة الغربية عندما يتم الحديث حول اتفاق فلسطيني إنهاء الانقسام مصالحة مباشرة يجن جنونهم وتبدأ ردود الفعل جاءت هذه الحادثة حتى تستغل من قبل نتنياهو بشكل سياسي يعني الموضوع سيد نمر يعني حضرتك أشرت إلى أن معلش سامحني ما بدي أقاطعك ولكن لكن ممكن تكون زي ما أشرت حضرتك أشار قائد شرطة إسرائيلي إنها عصابة ممكن تكون عصابة إجرامية عملية تسرقة ممكن تكون عملية زي أي عملية أخرى لكن فيه افتراض آخر إنه ممكن تكون عملية سياسية من الطرف الفلسطيني اللي له مصلحة الآن بأنه يعني يوتر المصالحة بين حماس وفتح يوتر أي خطوة للأمام يوتر ملف المفاوضات الفلسطيني الإسرائيلي إذا كان بدو يشوف النور يعني شوفي سابق لأوانو الحديث عن هذا الموضوع طالما إنه لا توجد أي معلومات يعني والموضوع مش موضوع تنجيم يعني في أكثر من مناسبة الغريب إنه الإسرائيليين يعني أبداً ما تصير المصالحة بشهرين ثلاثة لما كانت تطلق صواريخ كانت تطلق تصريحات من إسرائيل يقولوا حماس لا علاقة لها بإطلاق الصواريخ بالعكس بتحاول تمنعها وظن بتذكر يمكن بأكثر من مرة بنشراتكم تصريحات لمسؤولين إسرائيليين إنه لقى حماس حريصة على التهدية حريصة على الالتزام بالاتفاق اللي وقع سابقاً بوساطة من الإخوان المصريين ثم فجأة الآن بتنقل بالصورة يعني بانتظار يعني في واحد مسؤول من من المسؤولين الإسرائيليين الأمنيين بيقول أنه نتنياهو بالحقيقة في حديثه عن موضوع التلاتي وكأنه مش بذهنه التلاتي بذهنه السياسي يعني مجندي مبارح أول مبارح بالليل شغلت الإسرائيليين يعني أصبح يعني تخيل أنت يصير مصير الفلسطينيين لعبة بإيد مجندي عمره 18 سنة قولي هذه كانت بإيلات خبرت بالتليفون قالت خطفوني استنفر الجيش الإسرائيلي أربع ساعات لما راحوا لقوها عم تضحك طب هاي لو كانت جمبرام الله وعملت يعني هناك استخفاف من قبل نتنياهو وحكومة نتنياهو يعني مش بالشعب الفلسطيني اللي عمليا ماعتبره ضحية وأسير سيد نمر بكل العالم بترجاك أنك تعذرني انتهى وقت بانوراما متأسفة جدا على مقاطعتك شكرا جزيلا لك سيدنا مرحبا المستشار الرئيس الفلسطيني ضيفي من رام الله شكرا جزيلا نهائة بانوراما إلى اللقاء شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك